السلام عليكم في الصباحه مع الفجر نرتقبو السماء صفية عموما على مواد المناطق الشماليه تعب لدنا مع التشار هذه السحابه تكون ان شاء الله بلا فعاليه او نشاط راح تكون ان شاء الله اكتر كتفه نقول على منطقه الوراس نضيها حتى منطقه الوحات شمال الصحراء بيتيجه منطقه السوره بنعباس و تاب الباله هذا السحب كما قلت راح تكون اكتر كتفه تخلي السماء مغاشات في الظاهره ان شاء الله نرتقبو تقشبه بربيعي خاصه على غرب البلاد هذه السحابه ستكون او تبقى تنتشر لكن دايما بلا فعاليه او نشاط ستكون دايما اكتر كتفه على منطقه الاوراس في جوايا خنش لاباتنا وباريكا نضيها حتى منطقه الوحات غرده يبريا المنيعه كرزز لعبادلا بنعباس و تاب الباله مع تطايل ريمان على جنوب منطقه السوره وسط الصحراء صحراء تنزروف تقعلي الهوغار و تسيلي هذا راجع الرياح تقدر تتعدى الربعين كيلومات في ساعة بينما مرحش تفوق لعشرين كيلومات في ساعة ان شاء الله على معظم السواحل جزر درجات الحر المرتقبة الدنيا و مع الفجر ان شاء الله نسي نبقى حسب مسلحات الارصاد الجوية مقياس ما يتعداش ربعتاش درجة على معظم السواحل تنخفض ما بينست تحت تسع درجات على المرتفعات الداخلية والقرب الساحلية و خمس درجات كأدنى مقياس على منطقه الهداب العليا الغربية و منطقه الاورس بالنسبه للمناطق الجنوبية مدفوق 13 درجة ان شاء الله على مدن الاطلس الصحراوي تتعدى هالعشرين على الجنوب الغربي واقصى الجنوب الكبير كأعلى مقياس على عنقزام حوالي 14 حتى 16 درجة على وسط الصحراء عشر درجات على تمنى الست واثناش ان شاء الله على الجنوب الشرقي بالنسبه لدرجة الحر المرتقى بالقصوى و مع الداهر ان شاء الله اليوم سجلنا 22 درجة على العاصمة غضو ان شاء الله رح تعرف ارتفاع طفيف بحوالي درجة او زوج درجات خاصة على المناطق الشمالية غضو ان شاء الله رح نسجلوا 24 درجة على العاصمة شرشات سيبازا بومردس وهران مست غانم وبنيساف 26 على عند دفلة شلف غليزان معسكر حتى عالم مغنيا نضروم الغزوات السيدة بالعباس كذلك 22 على المدية والبليدة حتى على قسنطيناء و من باقي قلمة و ملاع عنا با اسكيك دواجيجل عشرين ان شاء الله على كل من خشلة وابتنا 24 على الغواط 21 على البيض مش رياعي صفر البيض والسعيدة بالنسبه للمناطق الجنوبية متفوقش 25 درجة على غرديا بريان منيعة حتى على حسر ملوات سوف تقورت وورغلاس 27 ان شاء الله على بشار حتى تقريبا حتى على ابني عباس وتاب البلاء 34 ان شاء الله على منطقة تندوف تنخفض الى 31 درجة ان شاء الله على تيميمون رقان انا كارعين حجاج وتاب رقوزا 25 على اليزي وانا منا ستتعدها الى 28 على جانت 26 على تمنى و 38 درجة كالا مقياس تحت الدل على برج بج مخترعين جزامعين ازاوة تنياوين وتنزاواتين الملاحة والصيد البحري البحر غدوان ان شاء الله سيكون قليل اضطراب على طول الساحل افتع بلدنا رياح تأتينا وفقتها ستكون ان شاء الله كما راح نشوفه شمالية شرقية على السواحل الغربية والوسطى بينما ستكون شمالية غربية على السواحل الشرقية سرعتها ما تتعدى 30 كم في الساعة اتجاه الموجه الشمالي شرقي ارتفاحها مايفوقش الزوج امتار ورؤيا ان شاء الله ستكون حسنة في الصباحة وبعد الدهارة نخط منشرتنا الجوية بهذا الصور الجميلة والمناظر الخلابة الطبيعية اللي تمثل واد البارد بولاية الصيف هاد الواد او هاد الشرلات تبعد عن مدينة الصيف بخمسة كيلومتر تمتع بالتروى نباتية هائلة ومياه عدبة الطبيعية يقال انها فقط معظم المياه المعدنية بالنسبة للمعلومات الفلاكية او عودة الى المعلومات الفلاكية غضوى ان شاء الله الشروق الى حبرده رح يكون على 16 دقيقة بينما الغروب رح يكون على 17 دقيقة كانت هذه ما هي الا تنبؤات حوال تقس والعلم المشيئة للمولا مولا